وإلى روسيا حيث أن مفتي روسيا المسلمين بحلول عيد الأطحى المسلمون ينتشرون في مساحة واسعة من روسيا أعدادهم بالملايين أما أوضعهم فشاهدت تغيرا بعد الحقبة السوفيتية أحدها السماح لهم بأداء فرضة الحج فيما لا يزال الجدل موجودا حول بعض شؤونهم كبناء المساجد كل ذلك وسط تخوف يسود أوساطا روسيا من ارتفاع معادلات الولادة بين المسلمين تقرير لمحمد محسن أكثر من نصف مليون روسي مسلم ضاقت بهم شوارع موسكو خلال صلاة عيد الأطحى لم تعد مساجد العاصمة الستة قادرة على استيعابهم موسكو وحدها تضم أكثر من مليوني مسلم أما باقي مسلمي روسيا فيتوزعون في ثلاث عشرة جمهورية روسية ست ضمن منطقة الفولغا وأبرزها تاترستان وبشكيريا وسبع في القوقاز الشمالي أبرزها الشيشان وأنجوشيا ودغستان لا أحصاءات واضحة لعدد المسلمين في روسيا تتضارب الأرقام بين ثمانية عشر مليون وعشرين لكن المؤكدة هو أن روسيا هي الدولة الأولى من حيث عدد السكان الأصليين المسلمين العائلة الروسية المسلمة هي الأكثر نموا بين العائلات الروسية إذ يصل عدد أفرادها إلى عشرة بسبب معدلات الولادة المرتفعة يسأم بعض الروس في شهر رمضان عشرين ساعة يوميا بسبب فوارق التوقيت فيما تمنح السعودية خمسة وعشرين ألف تأشيرة لمسلمين روس في موسم الحج الطابع العلمني لروسيا يضع المسلمين أحيانا في خلافات مع الحكومة آخرها كان قبل أيام عبر منع طالبات محجبات في منطقة استفروبول جنوب القوقازي من الدخول إلى المدرسة قبل أن ينقض القضاء في المدينة هذا القرار ويعاد السماح لهن بالدراسة أكثر من ذلك تمارس المسلمات في جمهورية بشكيريا السباحة في ناد مخصص لهن وبثياب السباحة بملابس تتوافق مع قناعتهن أما بناء المساجد فلا يزال مثال جدل خصوصا في موسكو رغم سماح البلدية ببناء 14 مسجدا جديدا لاستيعاب مسلمي العاصمة لكن الأعمال دائما ما تتوقف لأوقات طويلة بسبب رفض سكان بعض الأحياء بناء مساجد قرب بيوتهم